طيب المفروض اسمي انت عمل ايه عشان تبقى قوي هو دي سهلة دي حاجة مكتسبة ولا دي حاجة منتولد بيها ولا دي ايه والله كل حاجة في الدنيا فيها عامل وراسي وفيها عامل مكتسب اه يعني ممكن اطلع شبه بابايا او مامتي بالزبط كده في عوامل وراسية فبابا شخصية قائدة وماما شخصية قائدة فانا واخد منهم الحكاية دي لا دي انا ماما ست طيبة وانا واخد من ماما الحكاية دي ان انا شخص طيب اقول لك على حاجة بس تحكش علينا دايما بقولها الست العقلة الحنينة اللي ما اشتغلتش اللي هي ستة البيت الطيبة تطلع شخصية قوية الشخصية قوية عمرها ما تطلع عيال شخصيتهم قوية صح انت كلمك صح ما تقعدش تاخده انت بتاخده انت رايك معاه انت تجيب تقول لي رأيك كلامك صح انت معناي انت قلت رأيك بس ده متوقف العمل التاني ايه بقى احنا قلنا عاملين العمل الاول عامل الوراثة الى عامل التاني عامل التربية يعنى الام قوية بس بتربى عيالها على انهم يبقوا قوية مش بتضعفهم فالعيال هتطلع قوية بس تطلعهم اقوى منها اه طبعا لكن الام قوية وبتضعف عيالها بالنقدة وبالزعيق وبالخناق عشان هي ستة قوية ومفترية انا بس لقول رأي في البيت فهنا العامل التاني اللي هو عامل التربية هيخليهم ضعاف يعني انا بشوف الام الضعيفة دايما Billy défق في ال� Administration قولي رأيك قولي اقولي برافو شاطور تعرفي مش كون الستات ما أقولك الموضوع اللي لقبة العامل الثانية هو التربية أنا من جربتش أخلف على عنوضي مش كون الستات الضعيفة بتطلع ولادها أقوي بالعكس ممكن تبقى الست ضعيفة وتطلع ولادها ضعاف فالأب يأتي زعى فتقول للبنت سكوتي سكوتي انت عايزها يضرابك فتخليها تبقى ايه طول الوقت نفس الحكاية اخوها جاي متعصب فهيتخنق معها ويمدي يده عليها فتقول لها سكوتي سكوتي ما تخلوش مد يدو عليكي فتعاود البنت انها طول الوقت ايه سكتة وضعيفة في المرض بقى فهي بتعمل كده ايه بتربيها على انها تكون ضعيفة والبنت اصلا عندها الجينات دي طبع فاهماني عشان كده احنا بنقول فيه عاملين العامل الجيني وعامل التربية فيه ست بتبعايز تشوف عائلها انجح منها انه برافو وتحقق فيهم اللي ما عرفتش تحققوا زي ما انا حاسة ان اهل اسماء كده وفيه ناس تانية مش كده اهل اسماء يعني داعمين قوي انا حاسة مش هما دول ليهم 70% من القوة اللي فيها او الطاقم بس ساعات وحنا بندعم ولادنا بنبقى فهمين ان احنا بندعمهم وحنا في الحقيقة بننقضهم لو هو اخد صورة المسندة والتشجيع فده كويس قوي ونسقف لهم لو هو واخد صورة النقد فلا نوقف هنا لان انت كده بتضعفها بس انت احيانا بتشجع وهو مش قادر يقوم في رأيييه بقى نقد? مش تشجيع في نقد مش تشجيع حيه مش قادرة تقوم بالزبط كده مامابكشة بقى واخدjo انضاد الضربة القضية ووقع وانت عم قوم قوم ايه يا خلاس انا مش اقدر يعمل حاجة انا عايز حدي اقومني مش عايز حدي يقول لي قوم انت تقدر مش قادر خذ بيدي ايه واقومني ايه سماء انا بقى في رأيي انه هم نقدين شوية انا شفيه متحملين عليها وهم فهمين ان هما بيدعموها لكن هما نقضين بدليل ان نتقاطها في نفسها بدأت تقع لان هما لو كانوا بيدعموها بجد كانت تسوقها هتزيد مش ايه مش هتقل بما انك بقى بتقعد دايما تقول لنا الحاجات اللي بتهدم اي علاقة احنا عايزين نتكلم بقى عن الجمال والكمال والحلاوة بنختار ازاي وده اللي هاختم بيه لما اجي اختار المقاييس بتبقى ايه بس ليش مقاييس سابتة يعني مرفت غير همت ايه انا مش نزل السوق برضو انا يا جماعة مش راح انا ايه طماطم انا هتجاوز واحدة تمام فموكن احنا قلنا في نوعين احنا قلنا في نوعين من الجواز تمام جواز اللي هو العاطفة والله ياخدها بعبالها زي ما بيقولوا هاخدها بمرضها فده النوع الاول انا مش نزل ايه طماطم مش اختاره دكتور ولا باشا عشان انا حبيت ده فهاخده النوع الثاني جواز السرناط اللي فيه بقى التنقية ان انا بقى بنائي تمام بنائي ده فكل الناس في دماغها الحديث الشريف بتاع تنكح المرأة لاربعة فدايمن الراجل رايح اه لما لا وجمالها حسبها فهو رايح بينائي بقى بيقول ويوازن هي عندها اربع مزايا وعندها خمس عيوب لا ما تنفعش هي عندها خمس عيوب لا انا عايز اتكلم على كامل بين الاثنين يعني انا ما اشوف حد كده اقول ده ينفع كامل معاه لا ازاي على فكرة ينفع كامل معاه لو انا متقبلا بعيوبه انا حسة انه ده بقى انا عايز اسمعه منك بقى يا اخي بقى وده بقى لقى اسمعه بقى يعني ايه انا بحب حد يعني عيوبه مش على قلبي زال عسل بس انا قبلاها 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 خلق انا عمل ايه لانه ما فيش حد كامل بس فلانه ما فيش حد كامل وعيوبه هعديها بس عارفة حد تاني والله هي ما عديها ابدا بالضبط كده فانا هقابلى عيوبه وعلى فكرة في حد يقبل العيب وحد ما يقبلش نفس العيب اه انا بقى حمادة لأ بس مت حتى انا بحب مش بس كده مش بس كده مش في الاشخاص اللعيب نفسه يعني حد يقبل البخل واستحمل البخل ويقول ان اقبل البخل حد تاني ما قبلش البخل حتى رؤية بتحبه مش هقبل البخل فاهماني فالعيب نفسه في حد يقدر يشيله وحد لا واحدة تستحمل رجل عصبي واحدة تانية هتقول لا مش هتجاوز رجل عصبي ابدا فاهماني ربنا مادي كل واحد قدرة على التحمل يقدر يشيل ايه وما يقدرش يشيل ايه فانت ما تقدرش تقول رشتة انه اختاره حسب اختاري اعملي اختاري اللي انت تحسي انك هتعرفي تتكيفي معاه وتشيلي عيوبه تستحمليها شكراً